بيبدأ الفيلم في أعالي جبال الهملاية مع كائنات عملاقة جليدية اسمها ليتي وبيقول لنا بطلنا ميجو أن القارية عندهم عيشة في سلام وحب بين كل اللي عايشين عليها وكل واحد ليه دوره في الحفاظ على السلام ده وبيحكي لنا عن حارس الأحجار اللي يعتبر حكيم القارية وهو القائد اللي كلهم بيسمعوا كلامه وده لأن الأحجار اللي معاه دي ليها قدرة سحرية وهي اللي ينخليهم عايشين لحد دلوقتي بعد كده بيحكي لنا عن بابا اللي دوره أنه يضرب الجرس العملاق كل يوم علشان يصحي كل سكان القارية لكنهم بيكونوا مقتنعين أن ضرب الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع كل يوم وده طبعا كلام مش صح المهم ميجو بيكون مبسوط وهو عايش معاهم ونفسه في يوم من الأيام يحسوا أنه كبر وأنه بقى ليه دور في القارية زي بقية القبيلة لحد ما في يوم بيقوله حارس الأحجار أنه هيكون هو مسؤول عن ضرب الجرس بدل بابا بعد كده وميجو بيكون متحمس وبابا هو كمان بيكون مبسوط وبيقوله أن دي مهنة العيلة كلها ورستها عن بعض علشان كده أنت لازم تتدرب عليها كويس علشان تعرف تؤدي المهمة بتاعتك وبياخده فعلا علشان يدربه وبيكون التدريب عبارة عن أن ميجو بيطربت في حبل وبابا بيسيب الحبل ده علشان ميجو يعدي من الفتحة ويروح ناحية الجرس وإخباطه وبيفضله يحاوله أكتر من مرة لكن في كل مرة كانت بتفشل وبابا بيقوله أنه فضل شوية يتدرب هو كمان ودي حاجة عادية ما تخليهوش يزعل أو يحبط لحد ما في مرة بيعدي ميجو لكنه بيكون مش مركز لأنه شايف ميتشي بنت حارس الأحجار اللي هو معجب بيها وما بيخدش باله أنه عمال يعلى يعلى لحد ما بيعدي الجرس أصلا وبيقع عن ناحية تانية من الجبل وبيتفاجئ أن في طيارة بتقرب منه بسبب أنها عاملة حادثة وبتقع لكن ميجو بيكون ما يعرفش إيه الشيء اللي بيطير ده أصلا وبيفضل واقف يتفرج عليها لحد ما بينزل منها الطيار وهو لابس الفارشوت بتاعه وميجو بيقرب منه وبيلاحظ أن رجله صغيرة جدا بالنسبة له لأنه بشر ودي حاجة مستحيلة عندهم والطيار أول ما بيشوف ميجو هو كمان بيتخض وبيضرب الفارشوت بتاعه وبيطير بعيد بعيد لكن ميجو بيفضل ينادي عليه وبيقوله يستنى وهو مش هيئذيه بعدها بيجري بسرعة على القرية بتاعته وبيقول لكل القبيلة أنه شاف كائن رجله صغيرة وكلهم بيكونوا مش مصدقينه فبيقوله ميجو يشوفوا معاه ويتأكدوا بنفسهم وفعلا بياخدهم وبيروحوا على ماكان الطيارة لكن المشكلة أن الطيارة نفسها بتقع من على الجبل وما حدش من أهل القرية بيشوف أي حاجة بنفسه ولما بيرجعوا بيكون فيه دوشة وكل القبيلة بتتكلم على اللي ميجو شافه لحد ما بيجي حرس الأحجار وبيسأل ميجو إيه اللي حصل وميجو بيقوله أنه شاف كائن برجله صغيرة وساعتها حرس الأحجار بيقوله أنه كذاب لأن مفيش حاجة اسمها كده أصلا لغير أن الأحجار بتاعتهم بتقول أن مفيش كائنات رجلها صغيرة فبيقوله ميجو بس أنا متأكد من اللي أنا شفته وساعتها حرس الأحجار بيقوله معنى كلامك ده أنك بتكذب الأحجار ودي جريمة عقوبتها النفي لو ما اعتذرتش لكن ميجو بيقوله انه مش هيعتذر لانه مش كذاب فبيقرر حارس الاحجار انه ينفيه من القرية لحد ما يثبت انه هو صح وفعلا بيمشي ميجو هو زعلان ومش عارف يعمل ايه لحد ما بيظهر له ثلاثة من كائنات اليتي وبيقولوله احنا مصدقين اللي انت شفته علشان كده عايزينك تنضمي لينا والقائد بتاعنا عايز يشوفك وفعلا بيروح معاهم وبيعرف ان القائد بتاعهم تبقى ميتشي وميتشي بتقوله ان دي منظمة سرية مؤمنة ان فيه كائنات رجلها صغيرة وإحنا عايزين اتساعدنا ان احنا نثبت للقبيلة كلها ان الكائنات دي موجودة وبيفضلوا يفرجوه على الحاجات اللي لقوها في التلج واللي بتكون عبارة عن لبس بتاع بني قدمين وشوز وحاجات تانية وبتقوله ميتشي ان حسب نظريتها في الكائنات دي انهم عايشين تحت الجبل لانهم ما يقدروش يعيشوا فوق السحاب والمسافة العالية دي كلها زيهم وبيطلبوا من ميجو انه ينزل بنفسه تحت الجبل علشان يجيب واحد منهم معاه ويثبتوا للقرية كلها النظرية بتاعتهم وفي الاول ميجو بيكون رافض لحد ما بيقدروا يقنعوه انه لازم ينزل علشان يثبت برقته ويلغي قرار النفي بتاعه وفي الوقت ده بنشوف يوتيوبر اسمه بيرسي وهو وقف بيصور مع مديرة اعماله بريندا وبيقولها انه عايزي فبرج فيديو ان فيه عنكبوت هجمه وهو بيحاول يحمي نفسه منه علشان الفيديو يجيب مشاهدات وبريندا بتقوله انها ما بتحبش النوع ده من الفيديوهات وانها عايزة تعمل فيديوهات عن حماية الحيوان زي ما كانوا بيعملوا قبل كده فبيقولها بيرسي انهم فضلوا يعملوا الفيديوهات دي كتير وما حدش اتفرج عليهم لكن الحاجات دي هي اللي هتعجب الناس اكتر وفي الوقت ده بيجي الطيار اللي كان عند ميجو وبيفضل يجري ويقول انا شفت كائنات الياتي وبيرسي بيقول ان هو تجنن وبيقوله يهدى شوية علشان الكائنات دي ملهاش وجود اصلا لكن بعد كده لما بيعب مع نفسه شوية وبيفكر في كلام الطيار ده بيقول انها فكرة كويسة وساعتها بيقترح على بريندا انها تلبس بدلة الياتي وتعمل نفسها بتحاجن بيرسي والموضوع يتصور وينزل عن نت وبيوري بريندا البدلة اللي جابها واللي هي الطبق الاصل الكائنات الياتي لكن بريندا بتقوله انها مش موافقة على الموضوع ده وفي نفس الوقت فوق الجبل بنشوف ان ميجو مربوط وجونجي بيقوله انهم هيفضلوا مسكين فيه لحد ما ينزل تحت ولما يشد الحبل مرتين هيسحبوه ولو شدوا ثلاث مرات يبقى في خطر لكن المشكلة انهم مش بيكملوا معاه الخطة وبيتفاجأوا ان ثورة بأخو ميتش جاي عليهم وبيسألهم انتوا بتعملوا ايه هنا وساعتها بيسيبوا الحبل وبيقع ميجو على الارض بعدها بيفضل ميجو ماشي ومش عارف هو رايح فين لحد ما بيوصل البيت اللي فيه بيرسي وبرسي بيكون خارج علشان يتصل ببريندا ويقنعها تلبس البدلة ويعملوا الفيديو واول ما بيخرج بيشوف ميجو في وشه وبيكون فاكر انها بريندا وبيتبسط جدا انها نفزت كلامه وبيقول لها ان شكلها ازاي كائنات الياتي بالزبط او بيطلع موبايله علشان يصور لكن ميجو بيفضل يتكلم معاه علشان يشرح له انه مش عارف هو مين وبيعمل ايه وايه الجهاز اللي في ايده ده اصلا بس المشكلة ان صوت ميجو بيظهر انه صوت طخين وبرسي مش فاهمه وبرسي هو كمان لما بيتكلم بيظهر صوت رفايع قوي لميجو وبيكون ميجو برضو مش فاهمه والاتنين بيكونوا مش عارفين يتواصلوا مع بعض لكن بيرسي بيكون مندمج وبيصور الفيديو بتاعه لحد ما بيكتشف ان بريندا رجب الموتوسيكل بتاع الجليد بتاعها وبتتحرك وساعتها بيفهم ان اللي قدامه ده ليتي الحقيقي وبيفضل يصرخ ويجري لحد ما بيمسك مسدس تخدير وبيضربه على ميجو بس الطلقة بتطير لفوق وبتنزل على بيرسي فبيغم عليه وميجو بيفرح وبيقول انه هياخده معاه الجبل علشان يوريه للقبيلة بتاعته وبيكون فرحان جدا لكن فاجأة بتحصل على صفة تلجية وبيكون ميجو مش عارف يتحرك فبيقرر انه يدخل يستخبف كهف لحد ما العصفة تخلص وبعد ما بيدخل بيتفاجئ ان بيرسي تجمد ومش بيتحرك من مكانه فبيقرر انه يولع ناره علشان يدفيه لكنه بيربطه في خشبة وبيفضل يقلبه على النار دي ولما بيفوق بيرسي بيكون فاكر انه بيشويه وبيفضل يتحايل عليه ما يكلوش وبيقومه وبيفضل يجري وبيخرج الموبايل بتاعه وبيصور بيه فيديو وبيبعثه لبريندا وبيقول لها تنزله في كل مكان علشان هو ممكن ما يخرجش من هنا وبيفضل بيرسي يجري في الكهف لحد ما بيتفاجئ بدب عملاقة قدامه وبيكون خلاص استسلم وقال انه اكيد الدب دي هتاكله وهتموته لكنه بيتفاجئ ان ميجو بييجي وبيقف قدام الدب وبيعرفوا ان الدب متضايقة لان جذها وعيالها نايمين ومش عايزة تصحيهم يعني وميجو بيعتذر لها وبيقول لها انهم هيمشوا دلوقتي وبيكون مخب بيرسي ورا رجله علشان يحميه وميجو بيرسي بيطلع يجره علشان يخرجه من الكهف لكن ميجو رجله بتتعلق في فخ كان موجود جوه الكهف وبيرسي بعد ما بيكون خرج بيفضل يفكر ويقول انه عايز يرجع يساعد الكائن العملاق ده لان الشكله كده طيب وحاول يحميه من الدب وفعلا بيرجع يساعده وبيخرجه من الفخ ده وكمان بيربط له رجله اللي متعوره وميجو بيحاول يستخدم لغة الإشارة علشان يشكر بيها بيرسي وبيشاور له انه ييجي معاه فوقه على الجبل وبيرسي بيطلع الموبايل وبيقول في الفيديو ان الكائن ده عايزني اطلع معاه على الجبل ودي هتكون مغامرة كبيرة ومرعبة لكن انا هطلع معاه وبيشاور لميجو انه موافق وفعلا ميجو بياخد بيرسي وبيحطه في حاجة شبه الشرناء كده وبياخده وبيطلع بيها على الجبل وفي الوقت ده بتكون ميجو قررت انها هتنزل على الارض علشان تدور على ميجو لان هي اللي اقناعته انه ينزل ومن ساعتها ومفيش اي اخبار عنه وجوانجي وكولكا بيفضلوا يقنعوا فيها ما تعملش كده لحد ما بيسمعوا صوت ميجو بعد ما طلعوا على الجبل مرة تانية ومعاه بيرسي وكلهم بيجروا على بيرسي علشان يشوفوه وبيكونوا مبهورين بيه وبيرسي هو كمان بيكون مش مصدق نفسه ان فيه كائنات تانية زي ميجو كده وميتشي بتقول لي ميجو انهم لازم يروحوا يتكلموا مع القرية كلها علشان يصدقوا ان فيه كائنات رجلها صغيرة موجودة وفعلا بيروح ميجو وباقي الفريق اللي معاه على القرية وبيفرجوهم على بيرسي وكل كائنات اليتي بيكونوا مصدومين ومش مصدقين ان فعلا فيه كائنات رجلها صغيرة ومنهم اللي بيقول معنا كده ان الاحجار كدابة ومش كلها حقيقية وبييجي حارس الاحجار وبيكون متضيق منهم وبيقولهم ان فيه حاجات كتير هما ما يعرفوهاش لكن باقي كائنات اليتي بياخدوا بيرسي وبيفضلوا يلعبوا معاه وهو بيكون منبهر بيهم وعمال يصور كل حاجة وفي الوقت ده بيكون ميجو قاعد مع بابا وبيكون ببازع لانه مش بيتكلم فبيسألوا ميجو ماله فبيقولوا ان النهاردة ملحقش يخبط الجرس زي كل يوم في معاده ورغم كده الشمس طلعت وده معناه ان فيه احجار تانية غلط لان الاحجار بتقول ان ضرب الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع واسناء ما هما بيتكلموا بيجي ثورب وبينازي على ميجو وبيقولوا ان بابا حارس الاحجار عايزه وبيروح ميجو معاه وبياخدوا حارس الاحجار لمكان زي كهف وبيستخدم العصايا بتاعته وبيفتح بيها باب سري وبينزل فيه ميجو حارس الاحجار وهناك بيتصدم ميجو لانه بيشوف رسومات للبشر اللي هم الكائنات اللي رجليها صغيرة وحارس الاحجار بيقولوا ان اجدادهم زمان كانوا عايشين مع البشر في مكان واحد لكن البشر مع الوقت بقوا وحشين وبقوا يستضوهم علشان يستخدموا الفروة بتاعتهم واجزاء جسمهم في الصناعات اللي بيعملوها وعشان كده الاجداد طلعوا الجبل هنا لان الارتفاع بتاعه كبير جدا وفوق السحاب وما فيش بشر هتعرف تتنفس كويس هنا علشان الاكسوجين قليل وبعد ما بيحس ميجو انه خايف بيسأل حارس الاحجار ايه اللي مطلوب مني فحارس الاحجار بيقولوا ان الاجداد صنعوا الحجارة دي علشان يقولوا ان دي تبقى هي النظام اللي بيحمي الكائنات كلها عشان كده ما ينفعش حد يشكك فيها ولا يقول عليها بتجدب وبيطلب من ميجو انه يطلع يقول لكل الكائنات انه كان غلطان فموضوع الكائنة بورجلي صغيرة ده وهو هيتصرف في الباقي وميجو بيكون مش عارف يعمل ايه ولا عارف هيقول ايه الباقي الكائنات لكنه بيروح يدور على بيرسي وبيكون بيرسي مع ميتش وهي بتحاول تشرح له حاجات بانها ترسم رسومات وهو كمان بيرسم رسومات على الحيطة وبيطلع الموبايل بتاعه وبيشغله زي بروجيكتور على الحيطة وبيفضل يلعب وميتشي بتكون مبسوطة ومنبهرة جدا لكن بيرسي بيحس انه مش قادر ياخد نفسه وانه دايخ بسبب قلة الاكسوجين وبياخد وبيطلع يتكلم قدام القبيلة كلها وبيقولهم انه كان غلطان وانه ضحك عليهم وحرس الاحجار بيقولهم ان الكائن ابو رجل صغيرة ده نوع من انواع اليتي لكن شكله مختلف شوية وبيوريهم حجر عليه رسمة بيرسي وبيقولهم ان الاحجار زكريته قبل كده وده دليل ان الاحجار مش بتجدب وواحد من كائنات اليتي بيسأل ميجو هو لقى فين فبيقوله ميجو انه لقى في كهف بس جوانجي وفليم وكولكا بيكونوا متضايقين من ميجو لانهم عارفين الحقيقة بس ميجو بيقولهم انه كذب عليهم هما كمان وفعلا هو لقى في كهف وده نوع من انواع اليتي وساعتها حارس الاحجار بيشكر ميجو وبيقوله انه هياخده يرجعه للكهف اللي جي منه وبيحطه بيرسي في صندوق يزاس كبير ومتي بتفضل تسأل باباها هيعمل ايه بيه وحارس الاحجار بيقولها انه هيرجعه للكهف وبنشوف بعد كده ميجو لما بيرجع لبابا مش حياته عادي قبل ما يعرف الكائن ابو رجله صغيرة ده وكان كل طموحه انه يبقى هو المسؤول عن رن الجرس لكنه دلوقتي بعد معرف الحقيقة بقى زعلان انه كذب على القرية كلها بس بابا بيقوله يعمل اللي هو شايفه صح من وجهة نظره ويمشي وراء قلبه وعلى الاقل يرجع البشري اللي لقاه مكان ما جابه وساعتها ميجو بيتحمس وبينط بالحبل وبيوصل لبيت حارس الاحجار علشان ياخد بيرسي لكنه بيتفاجئ ان حارس الاحجار بينادي عليه وبيقوله انه مش لاقي ميتشي وبيبصوا هما الاتنين للأفص وبيعرفوا ان ميتشي قررت تنزل من الجبل علشان توصل البشري وعلى طول بيجري ميجو وبيروح عند حفة الجبل وبيلاقي هناك جوانجي وفلام وكولكا وبيطلوا منهم يساعدوا وينزل علشان ينقذ ميتشي لكنهم بيكونوا زعلانين منه وبيقولوا عليك الداب بس ميجو بيقولهم انه مش هيتخلى عن ميتشي مهما حصل لان العالم تحت خطر وبيفهمهم انه اضطر يجدب علشان يحمل قبيلة كلها من البشر واللي ممكن يعملوا فيهم وعلى طول بيجري ميجو وبينط واول ما بيوصل للأرض بيتفاجئ ان جوانجي وكولكا بينطوا معاه هما كمان وبيقولولوا انه هما جايين معاه علشان ينقذوا ميتشي وفي الوقت ده بيتكون ميتشي وصلت ببيرسي لمكان دفع علشان يفك من التلج شوية ويعرف يتنفس وبيرسي بعد ما بيفوق بيعرف ان ميتشي سابته ونزلت على المدينة وساعتها بيعرف ان فيه كارثة هتحصل فبينزل بسرعة يجري وراها لكنه بيخبط في بريندا المساعدة بتاعته وبيتفاجئ لما بيلاقي ان كل الناس اللي ماشي في الشارع بشغل الفيديوهات بتاعته وشغلها على التلفزيونات وكل مكان وبيسألها ازاي ده حصل فبتقوله بريندا انها عملت اللي هو طلبه ونشرت الفيديو والفيديو طلع تريند والناس كلها حبيته وجالهم عروض كتير انه يطلع في برامج وبقى مشهور جدا لكن المشكلة ان في الوقت ده بتكون ميتشي عمالة تتمشي في المدينة ومبهورة بالانوار والاضاءات اللي في كل مكان لحد ما بتخبط عربيات في بعض بالغلط لان حجمهم صغير جدا بالنسبة لها وبتخبط في مصنع ألعاب نارية وبتفجر كل الصواريخ اللي جواه وساعتها ميجو وجوانجي وكولكا بيعرفوا مكانها من الصواريخ اللي ظهرت في السماء دي وبيتحركوا على مكانها بسرعة لكنها بتكون بتجري بسبب ان في عربيات شرطة بتطردها وفي طيارة هليكابتر بتحاول تلحقها وعلى طول جواهنجي بيشد ميتشي وبيخبيها وبيظهر ميجو علشان يقولها انهم جم هنا علشان يحموها وساعتها ميتشي بتزعق لجوانجي وبتقوله انت ايه لجبك هنا فبيفهمها كل حاجة وبيوريها صور على الحيطة للبشر وهما بيصطادوا الحيوانات وميتشي بتفهمه ان البشر فاكرين ان احنا اللي وحوش وفي الوقت ده بتقولهم كلك ان الشرطة جاية ولازم يهربوا وعلى طول بيطلعوا يجروا والشرطة بتجري وراهم بموتوسيكلات جليد وبيرسي بيشوف اللي بيحصل ده فبياخد موتوسيكل جليد هو كمان وبيجري وراهم وبيفضلوا كل اليتي يجروا لحد ما الطائرة بتقرب منهم وبتكون خلاصة تقبض عليهم وفجأة بيجي حجر في الطيارة ولما بيبصوا مين اللي حدفوا بيطلع حارس الاحجار وبيرمي باقي الحجار اللي معاه لحد ما بيوقع الطيارة وبيقولهم يهربوا معاه بسرعة ويرجعوا عالبيت لكن ميجو بيقولهم انه مش هيخلي البشر يعرفوا المقر بتاعهم علشان كده بيطلب منهم يهربوا هم وهو هيتصرف مع البشر وبيجري ميجو على الموتوسيكلات الجليدية علشان يشتتهم وبيفضلوا يجروا وراه لحد ما بيهرب منهم لكنه بيتفاجئ من الموتوسيكل واحد قدامه وبيكون فيه بيرسي وبيرسي بينزل من الموتوسيكل وبيقول لي ميجو يسامحوا على يعملوا ده وبيضربوا مموسدس التخدير بعدها بنشوف ميجو هو بيجري والشرطة بتجري وراه لحد ما بيقدروا يمسكوه لكننا بنتفاجئ لما بنعرف انهم ما مسكوش ميجو وانهم مسكوا بيرسي بس كان لابس البدلة بتاع تلياتي اللي كان مديها لبريندا علشان يعملوا الفيديو وميجو بيظهر ورا باقي كائنات اليتي وبيقولهم ان الكائن اللي رجله صغيره ضربني بالمسدس بتاع التخدير علشان يهربني ويروحه ويشتت الشرطة وبيفضلوا بصين على بيرسي بعد ما اتقبض عليه وبيشكروا كلهم بعدها بنشوف ميجو هو واقف بيتكلم مع كل أهل القرية وبيحكي ليهم على اللي حصل وبيقولهم انه عمل كده علشان يحميهم من البشر اللي كانوا بيتردوا أجدادهم زمان وكانوا بيقتلوا فيهم وبيعرفهم ان البشر هم كمان بيخافوا منهم وشافين ان هم وحوش وبيقولهم علشان كده الحل اننا نعيش وسطهم زي الأول ويعرفوا اننا مش وحوش ولا حاجة واحنا كمان لازم نقتنع ان في منهم الكويس وفي منهم الوحش وأهل القرية كلهم بيوافقوا بيتحمسوا وبينزلوا من على الجبل مع ميجو وبيتفاجئوا بعدد كبير من الشرطة وقفين علشان يحربوا ليتي لكن بيظهر بيرسي من وسط الناس وبيروح ينضم لليتي وبعده بتنضم بريندا وبعدهم ناس كتير بينضموا لليتي والليتي بيشيلوا البشر وبيقرروا ان هم يعيشوا معاهم وبكده بتكون خلصت حكاية النهر